تحت رعاية الدكتورة جواهر بنت شاهين لمضاحكة رئيسة جامعة البحرين انعقدت ورشة مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية ويهدف البرنامج إلى تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى نشاط اقتصادي منتج وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال والمساهمة بشكل كبير في تسهيل أهداف التنميات الاقتصادية تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تأسس مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا في جامعة البحرين ويعمل المركز على نقل التكنولوجيا من القطاع الأكاديمي إلى القطاع الخاص حيث يهدف المركز إلى تأمين وحماية حقوق الملكية الفكرية للأكاديميين والبحثين عن عمل وتوفير عائد مالي للمخترعين والمبتكرين مركز الابتكار والإبداع صراحة وهذه طبعا من الأمور التي تسعى لها جامعة البحرين دائما لتطوير أي من ما يسهم في رفع الاقتصاد في مملكة البحرين وأمانة هذا التعاون بيننا وبينهم درب عدد من الزميلات في هذا المجال بحيث أنهما يكونون مدربين لغيرهم فالعملية مستمرة يعني ليس فقط أننا نحن بس نتعلم ونحصل على هذا التعليم للجامعة وإنما نحن في عندنا تواصل مع جهات خارجية حتى مع وزارة التربية والتعليم من أجل تدريب مدربين كذلك عندهم نظمت جامعة البحرين ورشة مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج تطوير القانون التجاري CLDP التابع لوزارة التجارة الأمريكية بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية وخلال الورشة أشار الدكتور محمد رضا قادر نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا في جامعة البحرين إلى دور الجامعة الوطنية في تعزيز البحث والتطوير والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية لتشجيع منتسبي جامعة الوطنية من الطلبة والباحثين والأكاديميين على الابتكار يهدف إنشاء مركز البحرين لابتكار ونقل التكنولوجيا في جامعة البحرين لحماية حقوق الملكية الفكرية لعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين في الجامعة بحيث الإجراءات كلها تبتدي عن طريق استمارة مل استمارة لفصاح عن الاختراع الموجودة على موقع البي آي تي تي سي في جامعة البحرين تأتي ورشة اليوم استكمالا للجهود المبذولة من بعد تجشين مركز نقل التكنولوجيا والابتكار الوشة تأتي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدة جامعات أمريكية لنقل الخبرات اللازمة لفريق المركز وكذلك الكادر التعليمي بجامعة البحرين وخلق التوعية المطلوبة لتشغيل المركز بالطريق المطلوبة وتسجيل براءات اختراع الطلبة وكذلك سيعمل المركز على تقديم الخبرات اللازمة لمراكز الابتكار ولكل الابتكارات والإبداعات التي يعمل عليها الشباب البحريني تم تتشين مركز الابتكار ونقلة تكنولوجيا في جامعة البحرين في سبتمبر الماضي من ذاك الوقت بيتم تسجيل الحين حالياً اختراعين لمختارعة بحرينية تعمل في جامعة البحرين طبعاً هاي المركز راح يخدم القطاع الأكاديمي في الجامعة بالإضافة إلى الطلبة حالياً بس جامعة البحرين بس في المستقبل بإذن الله راح نخدم ونقدم خدمات هذا المركز لجامعات الأخرى اللي في جامعة البحرين هدف المركز أن ياخذ هذه الاختراعات يسجلها بالإضافة إلى تسويقها في سوق المحلي والسوق العالمي تستمر أهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا بالنسبة لبيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين لتعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية وتلبية متطلبات الأسواق الحالية والمستقبلية يأتي مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا للتأكيد على أهمية الربط بين القطاعين الأكاديمي والخاص لبناء علاقة قوية بين الجامعات من جهة والمبدعين والباحثين من جهة أخرى ريم جناحي بمركز الأخبار تلفزيون البحرين